وبكده أصبحت مساحة النادي 8 فددين و 6 قراريت و 11 سهم يعني تقريبا كده مساحة النادي بقت الضعف الملعب الرئيسي للنادي كان مسحوم بأنشطة مسابقات الطلبة زي كاس أحمد حشمد باشا وسوداسيات كرة القدم وغيرها من المسابقات في نفس الوقت ملعب الأهلي أصبح ملعب القاهرة الأول وكل الفرق عايزة تلعب عليها عشان بيجيب إراد كبير هي باقي ملعب الأندية ماينفعش يتلعب عليها؟ لا طبعا ينفع بس ملعب الأهلي متميز بحاجة مختلفة النادي سايب مساحة كبيرة حوالين الملعب المساحة دي بتسمح بوجود متفرجين وكان النظام إنه بيتم وضع كراسي حوالين الملعب ووراهم اللي عايز يقف يتفرج يقف وكل مكان لأجرة مختلفة اللي يتفرج وهو واقف يدفع تذكرة أقل من اللي بيتفرج وهو قاعد على كرسي مش بس كده كان بيتقامل خيمة كبيرة للمشاهدين زي سوان كده عشان الناس تقدر تقعد في الضل وهي بتتفرج ودول بيتفعوا طبعا تذكرة قيمتها أكبر النظام ده كان بيجيب إراد كبير مختلف عن أي نادي تاني وعشان كده وزي ما قلنا كانت الأندية بتسعى للعب على ملعب الأهلي أكتر من أي ملعب تاني لما الأهلي خد أرض جديدة وعمل ملعب جديد أصبح الملعب الجديد مخصص لمسابقات النادي المختلفة زي كاس أحمد حشمد باشا وبالنسبة للملعب الأديم إدارة الأهلي أصدرت قرار بتخصيص يومين التلات والجمعة من كل أسبوع لتدريب ومباريات فريق الكرة بالنادي وباقي أيام الأسبوع يتأجر الملعب للعايز وفعلا في فرق كتير طلب التأجير الملعب أسبوعيا طول موسم كرة القدم يعني من شهر أكتوبر لغاية شهر مايو وكان إيجار الملعب من خمسة جنيه لعشرة جنيه يعني تقريبا كده كان بيحقق إراد قدره خمسة وتلاتين جنيه في الأسبوع وأصبح إيجار الملعب الرئيسي من مصادر داخل النادي اللي بيسرف منها على الأنشطة الأخرى